نجح اللبنانيون في إنجاح الانتخابات البرلمانية بعد سلسلة من التغيرات التي عرفها المشهد السياسي في لبنان والذي أفرزه حرك أكتوبر 2019 النتائج النهائية أكدت فوز عدد من المستقلين من الشباب الذين دخروا المحترك السياسي لأول مرة ليفتحوا بذلك أول كتلة غير طائفية في البرلمان الجديد في الوقت الذي سجل فيه تراجع لحزب الله الذي ضاعت منه الأغلبية فيما يرى المراقبون للمشهد السياسي اللبناني أن البرلمان الجديد لا غالب ولا مغلوب في إشارة إلى أن ولا واحد من الطيارات التقليدية نجح في التفرد بالأغلبية في المقابل ترك غياب كتلة سعد الحريري الممثلة للسنة في المشهد السياسي اللبناني إلى دخول قبة البرلمان بعدما كان واحدا من أهم الكتل المشكلة له ما يفتح الباب أمام لعبة التحالفات التي قد تضطر للخروج من النمطية الطائفية والمحاسسة على الأقل داخل البرلمان بحسب المتابعين للشأن السياسي اللبناني هذه تركيبة الجديدة والتي تغيب عنها الأغلبية فتحت المجرولة أمام تعطيل فكرة الثلوث المعطل التي لا طالما أضرت بمصالح البلاد وهي الفرصة التي يرى المراقبون أنها قادرة على فتح عهد جديد من الممارسة السياسية بلبنان في تأكيد على أن الرهان الحقيقي اليوم بات النهوض بالبلاد من أصعب أزمة اقتصادية تواجهه منذ أكثر من قرن من الزمن ترجمة نانسي قنقر